بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع سلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى فهو أولى بك منك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة إن خيروك فاختر ألا تختار وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى فعطاء الله لك واختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ربما كمنت العطايا والمنى والنعم في المحنة التي تعرضت لها وربما جاءك النصر على أيدي أعدائك أرادوا أن يضروك فاستفدت من هذا الضرر أرادوا أن يكيدوا لك فجعل الله الخير لك ربما نصرك الله وأعطاك ووفقك على أيدي أعدائك وربما خذ لك أحبابك أنت لا تعلم ولا تدري من أين يأتيك الخير ومن أين يأتيك العطاء ولا تدري فضل الله في أي مكان يكون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وكما يقول شيخنا أبو الحسن الشازلي اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم من المكان الذي تتوقع منه الضرر أنت عاجز أن تدفع الضرر عن نفسك فكيف تقدر عن دفع الضرر عن نفسك من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري ولكنك إذا فهمت قول الله سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هنا نقف فإنك بأعيننا أن تتأمل فإنك بأعيننا لأنك صبرت على أحكام الله لأنك رضيت باختيار الله سبحانه وتعالى لك لأنك سلمت قيادة الأمور إلى الملك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء اختيار الله سبحانه وتعالى متقن بحكمة لأنه هو القدير الحكيم سبحانه وتعالى وحتى ترتيبات الشر التي اختارها الله لك ينبغي عليك أن تسلم اسمع وأطع فإذا أمرك الله فامتسل وإذا نهاك الله عن شيء فابتعي الآن ابن نوح عليه السلام كان من المغرقين مع أن نوح عليه السلام وجه له النصيحة وتلطف معه يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا انظر إلى شفقة الأب إلى شفقة الوالد الرحيم يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين لكنه دبر مع الله ولم يسلم الأمر لله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء جبل عظيم شامخ يمنع عني الماء والغرق قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وهو ابن نبي ومن أولي العزم من الرسل أي نوح عليه السلام ومع ذلك ولده كان من المغرقين لأنه دبر مع الله سبحانه ولم يسلم أمره لله وهنا وقف العلماء ووقف أهل الله قالوا إذا كان الإنسان في حيرة وفي شتات في هذه الحياة الدنيا ماذا يفعل؟ إذا كان الإنسان يطمع في كرم الله ونفسه تغلب عليه وتهزمه ما هو الملجأ؟ قالوا أن يستغيث بالله وأن يلوز بحمى الله سبحانه وتعالى فإن الله قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الآن اعتصم بربك إلجأ إليه لز بحمى ربك سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ربنا الله ولي الذين آمنوا وليهم ناصرهم يعينهم يتكفل بأمورهم يخرجهم من الظلمات إلى النور إخراجك من الظلمات بأمر من الله سبحانه وتعالى الذي ينجيك كما نجى يونس عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى نجاه من بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعسون وهناك قلوب تولى الله رعايتها وأوجب حمايتها قال أي لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لأن الله تولى هذه القلوب بالرعاية وأوجب حمايتها فهي محصنة من الله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لماذا؟ لأن العبودية أن تسلم زمام أمورك إلى الملك سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أن تسلم الأمر كله لله مع أن الله قال قل إن الأمر كله لله سلمت أمرك أم لم تسلم اعلم إن الأمر كله لله نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التسليم وأن يصلح حالنا وأن يحفظ لنا أولادنا وأن يبارك لنا فيهم وأن يبارك في أموالنا وأن يرزقنا البركة والحلال اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته